بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الريكوير في الأوبشنال طبعا كالعادة إن رجل تكون حاضر المحاضرات السابقة عشان تقدر تفهم هاي المحاضر في عنا هنا ميثود اسمه MyInfo نوع Void في عنا سترينج FirstName وعنا انتجار Edge وكلهم أوبشنال انتبهنا على شغلة إنه انتجار Edge أنا حاط هنا شو DifferentValue أما الفيرس نيام لا حطيت DifferentValue ولا حطيتها null ومع هيك مش معطيني error طيب ليش؟ لإني أنا بخليها Required هاي أول مرة لتعلم كلمة Required طيب إيش فكرة Required؟ ترجم Required بالعربي يعني مطالب أو مطلوب أو خلني أخكي إشي إجباري لما أنادي عن MyInfo بهذا الشكل رح يعطيني error طيب كيف لازم أنادي عليه؟ زي هيك MyInfo الفيرس نيام إجباري لازم تكتبها مش Optional وتعطي هون محمد أنا هس عارف شو قاد تحكي شو هاللغة المجنونة اللي بتخلي شغله Optional و Required شو استفد من قصة هاي؟ في المحاضرة السابقة انسيت أحكي لك في نهايتها إنه شو فكرة الكلي براكت اللي أخذناه في المحاضرة السابقة هاي رح تلاقيها بفلتر في كل مكان يعني فلتر ما اعتمد على فكرة الكلي براكت إنك تكتب اسم البرانيتر بعدين تعطي الفاريو طيب اتفقنا معك إنه الكلي براكت تستخدم بفلتر بشكل كبير طيب شو فكرة الركويرت هاي؟ شوف معي لو قلتلك إنه إحنا عنا نظام بنك نظام البنك بدي يخذ اسم العميل وعمر زي هس إحنا عاملين هون اسم العميل وعمر واستخدمنا إحنا الكلي براكت عشان أنا بكتب اسم البرانيتر وبعدين بعطي الفاريو وهذا الإشي بريحني من المشاكل وكمان بمنعني إني ما أخربط في بحث الفاريو مثلا أبعث فاريو تروح مثلا للاست ميم هتقول لي كيف إنك ما طبقناها في المحاضرة السابقة إنه على سبيل المثال حتى بتقطبس لك إياها بشكل سريع وأجي هون على 25 وأخذ مثلا in my info وأجي هون على نين وأحكي لبدل in my info الفون نين حلو وأجي هون هاي first name وهي أحكي لهون string last name وهاي last name نضبط لك جمهة الطباعة وهي full name طبعا قبل أن أخليهم optional بدي أعمل call أصوي comment هنا call وأحكي له هنا full name الفيرس name بدي أخليها السيد والlast name بدي أخليها محمد هل هو أعطاني هالسير أقول لي لا ليش لأنه ثنتين string والname هنا كتبه غلط full name كني أسكر هاي أرجع هنا أسكر 25 سيف وعمل run طبعا السيد محمد أنا اسمي إيش محمد السيد شو المشكلة اللي صارت الكمبيلر بيحكي لك أنت شغال صح أول واحد string بعفتلي إياها string ثاني واحد string بعفتلي إياها string وهي نقطة هون مهمة لقدام شوي ما راح تلاقي الميثود كنا من نفس الملف ممكن ننشي ميثود في ملفات ثانية ونستدعيها هاي لقدام فهون انت ممكن تخربط هدولي بسيطة بوقف على full name وبشوف إنه هاي first name وهي last name بقول لك صح ممتاز لكن في طريقة أفضل إيش هي الكل bracket هون بخلي إنه والله هاي تكون default value وهاي default value هسا السيد هاي لمن هاي اللي last name ومحمد هلا first name هسا راح تطلع النتيجة صحيحة مية في المية اعمل run هاي محمد وهي السيد شوك كيف ليه نقلت له السيد هي last name والfirst name هي محمد أتوقع هسا إنك سر تفاهم قوة الكل bracket مليون في المية صح وهسا أي مطور شاطر هاي كل bracket هستخدمها في كل مكان وهذا بتسوي فلاتة حرفية تستخدم الكل bracket في كل مكان لكن زي ما حكيت لك قبل شوي إنه هاي الفيرس نيم ممكن تكون optional يعني بزبط إني أنا ما أبعث الفيرس نيم سي هيك طلع هسا كيف أنا هسا بالحالة هاي ما بعثتي الفيرس نيم اتجاك صاحب البنك قال لك والله في أنه ها اسمه محمد السيد بدنا نيعب كديش رصيده قال شو أول اسم قال محمد راح تدوع على محمد ما لاقاشي لقاها شو فراغ طب الحاكي منطقي لا مش منطقي فعشانك شو عمله عمله شغلة اسمها required انت مات عشانك انه required بقدر أضيف على أي براميتر بالدية لكن required فقط بتيجي مع مين مع الكل bracket تفكرت مش انه مثلا تستخدم method خنرجع شوية لورا مثلا method argument تيجي هون مثلا تحكي required أكيد هايقول لك شو جابتسوي انت هي أصلا required فماتلا استخدم كلمة required برافو عليك مع الكل bracket وان بحكي لك اذا انت حكيت لكلمة required معناته last name انت مجبر تعطيني اياها بجدع تعطي default variable انت مجبر تعطيني اياها لكن تعطيني اياها على شكل optional اكيد انت انتبهت ان حطيت كلمة required على last name حسا اضع كلمة required على first name نفس الحكاية ممنوع تعطيني default variable انك انت اجبار ستعطيني اياها الفنية شو صار هسا لك لا تقيقة في شغلة اسمها عندك first name لازم تعطيني اياها فنرجع شوية للslide وقلنا first name اشهرت مباشرة على first name وعطتها محمد يعني شرحنا هذا الحكي في الكود لحد الان انا بتوقع انه الفكرة صارت واضحة رح انسخ المثال وعطي كمان مثال مثلا نحكي الماي انفو الماي انفو استهدمها كثيرا ليش عشان تركز فقط في الموضوع وما تركز في المثال لكن لا تقلقي في نهاية هذا اليفين رح يكون تقريبا عنا من ثمن لعشر تحديات اني حلهم عشان نتأكد ان تكون فهم كل الاذكر انقررنا نخلص المستوى الاول وهنا اش تسوي بدي خليها full name وlast name وبيدي اضيف كمان متغير ثاني بدي احكي انتجار هتنتبه انه انتجار ما بدي اخليها وهاخلي الديفو تفاليو الها سفر هسا الصبايا ما بيحبوا يعطوا ايش اعمارهم صح يستحوا مثلا وبيحبوش بشكل عام فننخلي سيستمنا يرائي كل الاشخاص حبيت تعطيني الامر كان بها ما حبيت برضو عادي وهنا بدي احكي له مثلا edge عارف هتقول لي مثلا هل بقدر اعمل شرط انه مثلا اذا ما اعطاني edge ما تطلع في جملة اطباعه هاي ان شاء الله هتكون مواضيعنا في الطبق القادم بعد الميثود الهي condition تقلقش رح نسويه بعد رح احكي وحس نعمل call my info شو اعطيني first name وعطيني last name هاي محمد اكيد هتسألوني كيف انتقل هسا من محمد للسيد عن طريق tab كبسة tab وطنقلك مباشرة للبراميتر البعد هاي السيد edge بعثت لي كان بها مبعثتو برضو عن سيد ومرت نكبر ال debug حمد السيد edge 30 بدأ ناد كمال مرة بس هالمرة ما رح أبعث edge وممكن نحكي مثلا المي هنا هاي المي ثمان اعمل run هاي طبعا علي مي السيد وال edge 0 ما يكون edge 7 شو بعرف انا انه ما حب التعطي العمر الخاص فيه اتمنى انه كانت فكرة محاضرتنا اليوم سهلا وكالعاد اذا حذرت المحاضرة معني النهاية اعلق اي تعليق بالذكية اضيف مع الوردة ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة